اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سليل اسرة فنية مقتدرة ساهم بدوره بقسط وافر في النهوض بالحركة المسرحية الوطنية سواء على مستوى التأليف او الاخراج او الادا المتميز مواصلة للابحات والتحريات التي يباشرها المكتب المركزي للابحات القضائية التابع للمدير العامة لمراقبة التراب الوطني تحت اشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الارهاب على خلفية تفكيك خلية يشبه في كونها ارهابية موالية لتنظيم داعش في العاشر من شتنبر الجري والمتكونة من خمسة مششبه فيهم ينشطون في كل من مدن تمارة وصخيرات وتيفلت وتنجاب باشر المكتب بتنصيق مع تقني الكشف عن المتفجرات وخبراء مسرح الجريمة وعناصر الشرطة العلمية والتقنية زول امس عملية تفتيش في مرآب عمارة سكنية موجودة بحي العبادي بمدينة اتمارة توجد بها شقة مملوكة لشقيقة المشبه فيها الرئيسي وذلك للاشباه في وجود عربة لتبريد مملوكة للمعنى بالامر يحتمل ان تحتوي على مواد متفجرة وقابلة للاشتعال التفاصيل في بلاغ المكتب المركزي للأبحاث القضائية المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وبتنصيق مع تقنية الكشف عن المتفجرات وخبراء مسرح الجريمة وعناصر الشرطة العلمية والتقنية باشر عملية تفتيش في مرآب عمارة سكنية موجودة بحي العبادي بمدينة اتمارة توجد بها شقة مملوكة لشقيقة المشتبه فيها الرئيسي وذلك للاشتباه في وجود عربة للتبريد مملوكة للمعني بالأمر يحتمل أن تحتوي على مواد متفجرة وقابلة للاشتعال وأوضح بلغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية أنه تم رصد مكان إخفاء عربة التبريد المشكوك فيها بناء على المعلومات التي أصفر عنها البحث التمهيدي في هذه القضية خصوصا إفادات زوجة المشتبه فيها الرئيسي التي قامت بإرشاد ضباط الشرطة القضائية للمكان المعني وحضرت جميع إجراءات التفتيش والتي أصفرت عن حجز العربة المذكورة وهي موسد بشكل محكم مما استدعى إخضاعها لبروتوكول الأمن والسلامة قبل الشروع في فتحها إجراءات المسح والتفتيش داخل عربة التبريد المملوكة للمشتبه فيه مكنت من العثور وحجز ست قارورات زجاجية تحتوي على مواد سائل قابلة للانفجار وموصولة بقطع ثوب ومدية كبيرة علاوة على حويتين من البلاستيك سعة إحداهما عشرون لترا والثانية خمسة لترات تضمان بقايا وآثار مواد كيميائية مشكوك فيها سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية من طرف معهد العلوم والأدلة الجنائية وخلص البلاغ إلى أنه تم جرد المواد المحجوزة في إطار هذه القضية وأخذ عينات منها من طرف خبراء الشرطة العلمية والتقنية كما تم الكشف عنها من طرف تقنية رصد المتفجرات قبل أن يتم خفرها ووضعها رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يباشره المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المكلفة بقضايا الإرهاب والتطرف المنح التصعدي للإصابات بفيروس كورونا المستجد ببلادنا مستمر ألف وتسعمائة واثناثين وتسعون حالة إصابة جديدة أعلنت وزارة الصحة عن تسجيلها أمس ليرتفع بذلك العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى اثنتين وتسعين ألف وستة عشر إصابة منذ الإعلان عن أول حالة في تاني مارس الماضي وزارة الصحة أعلنت أمس أيضا عن تسجيل ألف وتسعمائة وإحدى وعشرين حالة شفاء ليبلغ مجموع حالة شفاء التام اثنتين وسبعون ألف اثنتين وسبعين ألف وتسعمائة وتمانية وستين حالة شفاء فيما سجلت أمس كذلك ثمانون وتلاتون حالة وفاة وهو ما يرفع عدد الوفيات إلى ألف وستمائة وستة وتمانين وفاة أما مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقصام الإنعاش والعناية المركزة فبلغ مائتي وإحدى وستين حالة تسع وأربعون منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي جهة الدار البيضاء ستات وحدها سجلت أمس سبعمائة وتلاتة وتسعين إصابة بالفيروس وتحتل العاصمة والاقتصادية صدارة عدد الإصابات بالفيروس التاجي مما يطرح تساؤلات حول مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية روبرتاج أمين هنوي وعبد الرحمن سيان تحتل مدينة الدار البيضاء صدرت المدن من حيث عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد بالإضافة إلى ارتفاع قياسي لعدد الحالات الحرجة التي تخضع للتنفس الاصطناعي وضع غير مسبوق يطرح للنقاش مدى التزام المواطنين بالتدابير والإجراءة الاحترازية في ظل المنحة الصعودي للإصابة بهذا الوباء المرات كانت تصرف ببعض سرعة كبيرة وكانت تفوق العدد ودرجة فتنزل عدد في نصين السن اللي كانت يقول ولولي نحن فيتينها هذا رأي خطير جدا ما بغينش يأخذوا الأمور بجدية ما كينش وسائل كما موخدين السيهطار كاللي ديره في الدين هيا كاللي ديره هنا كاللي ديره صراحة هذا در السيهطار تخص الكل يجند والكل يحترم ما يخرش إلا الحاجة والغرض أو العمل دياله اللي هو ضروري وكذلك باش يكون دير واحد الكمامة كما كان قولو أولا البابت باش يتفادى الانتشار دير هاد الوباء أضحت العديد من الأسر البيضوية تعيش قصصا مختلفة لإصابة أحد أفرادها بفيروس كورونا المستجد مع اختلاف رحلة العلاج وكيفية نقل العدوى من شخص إلى آخر فالجائحة ديرها مشاو ناس لمقربين اللي كانت منه وأن المواطنين أنه يأخذوه بجدية بجدية كبيرة بس إن شاء الله هذا الوباء هذا نتخلص منه وبأقل أضرار إن شاء الله نحن حاليا في حدر فيها اللي هي حساسة وحساسة بزاف ضمن أن الخريف يعني الفصل الخريف هو على الأبواب تحسيس وتوعية في المنازل وحب أنه يكون تحسيس وتوعية من المواطنين لمواطنين يعني من الأسرة لأسرة ارتفاع مؤشر الإصابة بهذا الوباء يلزم جميع المواطنين أكثر من أي وقت مضى باتباع جميع الإجراءات وتدابير الوقائية أبرزها ارتداء الكمامات والحرص على تعقيم اليدين بشكل دائم القطاع الفلاحي واحد من القطاعات الانتاجية التي اعتمدت استراتيجية بمجبها يتم التقييد بالإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بالفيروس في أوساط المستخدمين وداخل الضيعات الفلاحية نموذج لهذه التدابير نسوقه من إحدى ضيعات تربية الأبقار بإقليم تارودانت والتي تراهن على المقاربة المندمجة قصد تأمين الإنتاج وضمان السلامة الصحية حسن طبعي محمد ونينة وعدل إلانشه الضيعة المشتركة لتربية وتسمين العجول بإقليم تارودانت واحدة من الضيعات الفلاحية التي تعتمد في تدبير العمل على التقييد بالإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد عملية تتم قبل ولوج الضيعة وعند المراقبة الصحية للأبقار والتغذيتها تصدير هذه الظروف لجائحة كورونا تم اتخاذ مجموعة من تدابير الاحتياطية وبشكل استباقي ومن بين هذه التدابير التي تم اتخاذها هناك توزيع الكمامات وبشكل مستمر على الموضفين بالوحدة للحفاظ على مستوى الوعي والحيطة في الاتجاه فتي تم بشكل دوري تنظيم حاملات تحسيسية لمزيد من التوعية ومزيد من التحسيس بخطورة الوباء الحرص على الجودة والسلامة الصحية للحوم تطلع بها هذه المجزرة التي تأتي كمنظومة يتم بموجبها إدماج عنصر التثمين الذي يخضع للمواصفات العالمية عبر مختلف المراحل مجزرة عصرية قطرع لجميع معايير وشورة السلامة الصحية والتي يتخذت جميع التدابير الاحتيارة زياء للحد منتشار الوباء بالوحدة دينا تطعنا أننا ندروا مشروع استثماري لأننا ندروا تثمين دي المنتج دي المتعاون دينا ونعطيه واحدة قيمة مضافة هذه المجزرة الحمد لله تأتيكين واحد الوحدة دي تربية العجول اللي تابعة لهذه المجزرة كنا نستقبلوا العجول من عند المتعاون دينا في الصغر دي لهم وكيتم تثمين دي لهم بوحد طريقة اللي هي علمية وصحية وتقنية اللي هي اللي هدف أننا نجدوا واحد المنتج اللي عنده واحد المواصفات دي الجودة اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد يضمن سيرورة الانتاج الفلاحي النبات منه والحيواني والعمل على تسويقه في أفضل الظروف وللحديث عن أهمية الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد في القطاع الفلاحي بالنظر إلى خصوصيته ينضم إلينا مباشرة من تارو دانت السيد إبراهيم بن نحيا رئيس مصلحة الانتاج الفلاحي بالمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي لسوس ميسا بداية ما هو تقييمكم للتدابير الوقائية من فيروس كورونا في القطاع الفلاحي سواء تعلق الأمر بالانتاج النباتي أو الحيواني لضمان استمرارية المنتوج في الظروف آمينة في ظل جائحة كورونا القطاع الفلاحي قام بتزويد الأسواق المحلية الجهوية والوطنية بمختلف المنتوجات الاستهلاكية المنتوجات ذات الأصل الحيواني والأصل النباتي بصفة منتظمة وكذلك بأتمينة جد جد مناسبة وخير دليل على ذلك أن سوق إنزقان مثلا يقوم بطرويج 30-3000 طن يوميا من هذه المنتوجات وهذا الوفرة للمنتوج بطبيعة الحال هو نتيجة حتمية نتيجة إيجابية دي المخطط المغرب الأخضر اللي قام بتوفير المواد الاستهلاكية بصفة منتظمة وبصفة كيفية المستهلكة المغربي وبطبيعة الحال هذا التتبع دي الأسعار وتتبع دي تموين دي الأسواق وتتبع كذلك دي الإنجازات الزراعات المنجزة داخل الجهة تنقوم بها جهويا تحت الإشراف دي المصالح المركزية لوزارة الفلاحة ومن بين تدابير كذلك المتخداء للتصديل لجائحة كورونا هناك الليجنة الجهوية لليقظة برأسة السيد الولي الليجنة لليقظة الإقليمية برأسة السادة العمال وكذلك الليجنة المحلية وهذه الليجنة المختلطة بطبيعة الحال تقوم بمراقبات الوحدات الإنتاجية يعني وحدات التسمين لمنتوجات الفلاحية وكذلك تقوم بزيارات ميدانية للضيعات الفلاحية قصد الوقوف على مدى احترام الاحترازات واحترام يعني الشروط المعمول لها ضد تفشو فيروس كورونا طيب سيبني حياة بحكم خصوصياتها تخضع ضيعات تربية المواشي خاصة الأبقال لإجراءات مشددة كما قلتوا من حيث الوقاية فما هي التوجهات المعتمدة في بروتوكول الحماية وماذا عن أنفاق هذا القطع؟ صحيح يمكن القول على أنه الإنتاج الحيواني بجهة سمساء هو إنتاج متميز كذلك بحيث كان قومه بتسويق تلتمية وعشرين مليون لتر ديال الحاليب سنويا تيتم الإنتاج دياله داخل النفور المكتب ميتين وسبعين مليون طون كتكون يعني مصنعة يعني تسعين في المياه من الإنتاج ديال الحاليب وهذا يعني بتضافر الجهود ديال المهنيين بتضافر الجهود ديال الفلاحة كذلك بالحكم أنه عندنا مشروع ديال تجميع ديال سلسلات الحاليب مشروع ديال تجميع ديال سلسلات اللحم الحامرة كذلك على صعيد الجهات سوسمساء كما أنه كما كتعرفوا السلسلة ديال البواكير حنا كنصدروا تقريباً خمسة وثمانية في المية من الإنتاج الوطني بسعمائة ألف طون سنوياً كنصدروا كذلك ما يناهز بعمائة ألف طون في السنة العادية في زراعات الحوامض وهذه أرقام يعني إن دلت على شيء فإنما تدل على أنه الجهة ديال سوسمسارة إضافة الإنتاج الفلاحي والحيواني وبطبيعة الحال هناك ثلاثة ديال الدلاء اللي هي صدرتها وزارة الفلاحة مركزيان وتم توزيع ديالهم داخل الضيعات وداخل الوحدة ديال الإنتاجية واتنمية القروية والصيد البحري والمية والغائبات وكذلك وزارات الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي هذه الدلائل بثلاثة يعني الهدف ديالهم هو التحسيس وكذلك الوقوف على احترام يعني التدابير الاحترازية ضد تفشي وباء كورونا داخل الضيعات الفلاحية وداخل وحدات الإنتاج الفلاحي وبطبيعة الحال هذا يعني الضيعات الفلاحية هناك اللي جندية لها قضى محلية وجهوية اللي كتقم بواحد العمل يومي بتتبع بطبيعة الحالة من طرف المصالح المركزي ديال وزارة الداخلية ووزارة الفلاحة شكرا لكم سيد إبراهيم عبداليحيا رئيس مصلحة الإنتاج الفلاحي بالمكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لسوس ماسا كنتم معنا مباشرة من تارودنت في نشرة جوية خاصة تتوقع المدير العام للأرصاد الجوية اليوم من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الحادي عشر ليلا زخات مطرية عاصفية محليا قوية بمناطق الحوز ميدلت تارودانت فيجيغ وورززات زخات عاصفية معتدلة ستهم مساء اليوم وصباح الغد مناطق تونات العرائش شفشاون تيتوان والحسيمة وستكون أحيانا مصحوبة بتسقط برد وبرياح عاصفية بمختلف المؤسسات التابعة لمكتب تكوين المهني وإنعاش الشغل على الصعيد الوطني تتواصل امتحانات نهاية التكوين برسم الدورة المؤجلة لسنة 2020 وذلك وفق الإجراءات الوقائية التي فردتها الظروف المرتبطة بجائحة كوفيد-19 وقد تم تجهيز 250 مركزا لامتحانات عبر التراب الوطني لاستقبال حوالي 81 ألف متدرب الصورة عن سير الامتحانات ينقلها لنا روبرتاج ويسا الإمغري والعربي النهري من المعهد العالي للتكنولوجيا التطبيقية بيسلا ويعقوب المنصور بيريبانت تندرج هذه الزيارة في إطار تفعيل المخطط الذي وضعته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي لاستكمال العمليات المرتبطة بالموسم التكويني 2019-2020 بالنسبة للتقني والتقني المتخصص تم الإعداد لهذه الامتحانات عن طريق اتخاذ مجموعة من التدابير لشملات المواكبة القبلية للمتدربين بحيث انطلقت حصص الدعم والمراجعة ابتداء من شهر يوليوز المنصار كما تم تنظيم سلسلة من الحلقات الدراسية لفائدتهم حول كيفية الاستعداد للمتحانات في هذه الضرفية الخاصة الامتحانات مروف ضروف صحية أمنة حيث تم الاعتماد على مجموعة من التدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة المترشحات والمترشحين وهيئة التأثير الإداري والبداغوجي الحمد لله الظروف جد مواتية احترام البروتوكول صحي الذي تم اعتماده من طرف الوزر من طرف المكتب الظروف آمنة هذه الامتحانات كالظروف واحد ظروف آمنة الحمد لله بفضل الانخيرات والتعبئة للجميع وللإشارة فامتحانات نهاية التكوين برسم سنة 2019-2020 سبق تأجيلها بسبب تطور الحالة الوبائية ببلادنا وجراء تبعات وباء كوفيد-19 توجه مختلف دور النشر والمكتبات بالدار البيضاء سراجعا كبيرا في حجم مبيعاتها مقارنة مع السنة الماضية سراجعون يُعز أيضا إلى ضعف إقبال الأباء على شراء الكتب والمقرارات الدراسية لكن مهني القطاع ما زالوا متفائلين بإمكانية تحسن حجم المبيعات مع الانطلاقة التدريجية للموسم الدراسي الحالي روبرتاج أمين هنوي وأحمد الحمري موسم استثنائي يعيشه مسير وأرباب دور نشر الكتب المدرسية في ظل تفشي وباء كورونا المسجد حيث تم توفير جميع المقرارات والكتب في انتظار إقبال أباء وأولياء التلاميذ تراجع ملحوظ في حجم المبيعات مقارنة بالسنوات الماضية وتفاؤل بعودة الطلب على المقرارات المدرسية خلال الأيام القادمة أصحاب المكتبات يعانون بدورهم من تراجع في حجم المبيعات وسط تردد كبير للأسر في اقتناء مسلزماتها من الكتب والأدوات المدرسية مع الانطلاقة التدريجية للموسم الدراسي بالقطعين العام والخاص رغم تراجع المبيعات بداية هذا الشهر يعويل مسير دور النشر والمكتبات على العودة التدريجية للتلاميذ لمختلف المستويات التعليمية سواء بتعليم الحضوري أو التعليم عن بعد ضمن جهود المجتمع المدني لتوعية وتحسيس بأهمية الإجراءات الوقائية الهدفة إلى تفادي انتقال عدوى كوفيد تسعة أشر حلت بالتانوية تأهلية يعقوب المنصور بالهرورة قافلة بابا عيشور التحسيسية غايتها توية تلاميذ بطرق الوقاية من الفيروس الاستعانة بابا عيشور هذه الشخصية التراثية الشعبية لتوعية التلاميذ والتلميذات بخطورة فيروس كورونا وطرق الوقاية منه طريقة كان لها وقع إيجابي على التلاميذ هذه القافلة التي أطلقتها فعاليات المجتمع المدني هدفها تسهيل إيصال الرسائل التثقيفية والتوعوية للتلاميذ التأقلم مع هذه الظروف الاستثنائية والتغيرات التي فرضها وباء كوفيد تسعة عشر تتطلب خلق طرق مختلفة لتثقيف الأطفال صحيا ودعمهم نفسيا وذهنيا وتمرير المعلومات الدقيقة حول الوقاية من العدوى بطريقة مختلفة ومحببة لديهم نشكره هذه الجمعيات التي تزيد حتى هي تتعاوننا على هذا شيء هذا وكتجيبها بشكل مختلف كما شاهدنا اليوم وجود ربع عصور بعض الرموز المغربية وهذا شيء سيجد مهم بالنسبة للتلمدات والفضاء المدرسي دور المدرسة دور مهم والطفل هو فاعل مهم أيضا داخل هذه المؤسسة التعليمية بحيث إذا كان عنده الوعي الكامل والتحسيس المفروض سيقوم بكامل احترازات لكي يجعل من هذه المؤسسة مؤسسة ناجحة مؤسسة في صحة جيدة دور جمعيات المجتمع المدني محوري في تعزيز التوعية لدى الأطفال خاصة بالوسط المدرسي حتى تصبح السلوكيات والممارسات الصحية ثقافة يمارسها الأطفال في حياتهم اليومية بشكل اعتيادي وطبيعي حماية لهم وللمحيطين بهم من وباء كوفيد-19 في مستجدات الوضعية الوبائية عبر العالم أعلن فرع منظمة الصحة العالمية في أوروبا عن معدلات مقلقة لانتقال عدوى كوفيد-19 في القارة الأوروبية وحذر الدول من الانعكاسات السلبية لتقلص فترات الحجر الصحي ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى حوالي 30 مليون مصاب في مختلف دول العالم وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى إبراهيم المرسوقي في الوقت الذي لا زال فيه الجدل حول توقيت إنتاج لقاحة منضدة لكوفيد-19 ومدافع عالية تلك اللقاحات وسلامتها يتجاوز عدد المصابين بالوباء حول العالم عتبت 30 مليون مصاب توفي منهم أزيد من 940 ألفاً ومنذ عدة أسابيع لا تزال خمس دول تتصدر سلم الوفيات العالمي بالوباء تتقدمهم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 295 ألف حالة وفات متبوعة بالبرازيل التي تجاوزت 134 ألف حالة وفات بعد أن سجرت قرابة ألف وفات جديدة في الأربع والعشرين ساعتنا الماضية تليها الهند 82 ألف وفات ثم المكسيك أزيد من 71 ألفاً وأخيراً بريطانيا بأكثر من 41 ألفاً أما على مستوى الإصابات فتوجد الولايات المتحدة الأمريكية في المقدمة بأزيد من 6 ملايين إصابة ثم الهند التي تجاوزت الخمسة ملايين وعلى مستوى سباق اللقاحات المضادة لوباء كورونا المستجد أعلن رئيس المراكز الأمريكية لمكافعة الأمراض والوقاية منها روبرت ريدفيلد أن الجرعات الكافية من اللقاح لن تكون متوفرة إلا بحلول منتصف العام المقبل أما في روسيا فقد أعلن وزير الصحة الروسي ميخايل موراشكو أن أزيد من 300 متطوع من أصل 40 ألفاً تم تطعيمهم حتى الآن بلقاح سبوتنيك 5 المضاد لوباء كورونا المستجد وأن واحداً من كل سبعة متطوعين قد اشتكى من بعض الآثار الجانبية بعد تناول اللقاح وأكد الوزير أن المتطوعين سيحصلون على الحقنة الثانية من هذا اللقاح في غضون 21 يوماً في شأن الليبي أعلن رئيس حكومة الوفاق الوطنية ليبيا المعترف بها دولياً فايز أسراج أمس استعداده لتسليم السلطة قبل نهاية أكتوبر المقبل كما دعا لجنة الحوار الليبي المنوط بها تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة إلى اختيار مجلس رئاسي جديد وتكليف رئيس حكومة يتسلم السلطة بشكل سلمي على حد تأبيره كما أعلن دعمه لأية تفاهمات تتوصل إليها الأطراف الليبيا مضيفاً أن حكومة الوفاق سعت إلى تحقيق أكبر توفق ممكن بين الفرقاء السياسيين في ليبيا منذ توقيع اتفاق سخيرات عام 2015 إعلان السراج يأتي أياماً قليلة فقط بعد جلسة المفاوضات التي أجرت الأطراف السياسية في مدينة بوزنقة بهدف الاتفاق على آلية لاختيار مجلس رئاسي جديد وحكومة وطنية وتأيين قادة المناصب السيادية في الدولة بعد مرور أكثر من أسبوع على الحريق الذي دمر أكبر مخيم للمهاجرين في اليونان وترك المئات منهم مشردين على جزيرة ليسبوس أعلنت الشلطة اليونانية أن عملية نقل هؤلاء المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل إلى مركز إيواء جديد مؤقت تمر في أجواء هادئة وأن المهاجرين يتدفقون ببطء على المخيم الجديد وأوضحت الشرطة أن العملية التي يشارك فيها العشرات من رجال الأمنة تهدف إلى حماية الصحة العامة مضيفة أن المخيم الجديد يسع لحوالي خمسة ألاف شخص رياضيا لقاءاني مؤجلاني عن الدورة أو الجولة الثالثة والعشرين جرى ليلة أمس من البطولة الوطنية الاحترافية فريق الجيش الملكي تعادل بالتنجى أمام الاتحاد المحلي بهدف لمثله بينما تفوق الوداد الرياضي بميدانه على فريق رجاء بن ملال بثلاثة أهداف نظيفة خليد شخمان والتفاصيل نتيجة ثلاثة أهداف للا شيء لم تعكس أداء وحضور فريق رجاء بن ملال في هذه المواجهة اتقدم لقاءا قويا بميدان فريق الوداد الرياضي إلى عدود الدقيقة الخامسة وستين حين تمكن اسماعيل الحداد من تجيل الهدف الأول مستغلا تموضعا خاطئا لعدد من مدافع رجاء بن ملال أضف فريق الوداد الهدف الثاني عن طريق دربة جزاء عبر اللاعب يحيج بران في الدقيقة الثالثة من الوقت الإضافي ليختتم أيمن الحسون النتيجة بهدف ثلثة بتسديدة قوية في حدود الدقيقة الخامسة والتسعين لقاء آخر مؤجل عن نفس الجولة جمع بطنجة بين اتحاد طنجة وفريق الجيش الملكي انتهى بالتعادل الهدف لكل فريق الهدف الأول كان للجيش الملكي وجاء عبر ريدا سليم عن طريق ضربة جزاء مع بداية الجولة الأولى فيما عدل لفريق اتحاد طنجة عن طريق ضربة جزاء أيضا اللاعب سفيان المدن في الدقيقة الواحدة وستين تعدل المنح لكل فريق نقطة واحدة الجيش يستمر في الرتبة السادسة بينما الوضع يزداد تعقيدا لفريق اتحاد طنجة في الرتبة ما قبل الأخيرة قبل الختام وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية تنهي إلى أصحاب الفضيلة ساد القضاة ومندو الشؤون الإسلامية بالمملكة أن مراقبة هلال شهر سفر ستكون غدا الجمعة 29 من محرم 1442 هجرية راجية منهم أن يخبرها بتبوط رؤية الهلال أو عدم تبوط رؤيته وذلك بواسطة أرقام الهاتف والفاكس الظاهرة على الشاشة ختما تذكير بأبرز محطات الخبر في نشرة الظاهرة ضيعات تربية الأبقار بإقليم تارودان تعتمد إجراءات وقائية في أوسط المستخدمين لتأمين عملية إنتاج الحليب ومشتقاته وضمان السلامة الصحية لمنتوجات هذه السلسلة الفلاحية بمختلف المؤسسات التابعة للمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل على الصعيد الوطني تتواصل امتحانات نهاية التكوين برسم الدورة المؤجلة للسنة الحالية وذلك وفق الإشراءات الوقائية التي فرضت جائحة كورونا والرفوطات تابعناه من مدينة أرباط وثلاث وبسبب تبعات جائحة كورونا توجه مختلف دور النشر والمكتبات بالدار البيضاء ترجعا كبيرا في حجم مبيعاتها مقارنة مع السنة الماضية ترجع يُعزى أيضا إلى ضعف إقبال الأباء على شراء الكتب والمقرارات الدراسية شكرا لكم على حسين المتابعة وإلى اللقاء